اهلا بكم من جديد عبر مقطع فيديو لقي تداولا وعجابا من الكثير ظهر رجل يدعى عبد الرحمن بريطاني الجنسية وهو يوجه الشكر إلى المملكة وشعبها بعد أن قضى أكثر من 21 عاما لتفاصيل هذه القصة وحيثياتها ينضمع في الستوديو ضيفا عزيزا الأستاذ عبد الرحمن المقيم البريطاني لنستطلع معه القصة التي بدأت هنا في السعودية وحتى الآن أهلا بك عبد الرحمن حياك الله جزاكم أخير شكرا لحضورك بارك الله فيك شكرا لقبول الدعم شكرا لكم شكرا لك حدثني عن نفسك حدثني عن لماذا تيتج السعودية بالبداية طيب شكرا لك وأول شيء لازم كل واحد عارف لغتي دعيف أنا من بريطانيا من مدينة لندن ودخلت إلى الإسلام وعندما كانت أمري 18 سنة طيب شكرا لتزوج عندما كانت أمري 19 سنة و بعد ذلك جدت هنا إلى المملكة يعني أول سنة عشان أنا مدرس أصلي مدرس لغة الإنجليزي و هذا قبل 21 سنة نعم و جدت إلى المملكة يعني بيني وبينك وبينك مشاهدين نعم يعني أول خاف شوية لأن كان لديك خوف تجاه السعودية خاف لم أوجد شيء جميل فأنا خاف الله إذن لم تجد في الصورة التي كانت تصل لك وأنت في بريطانيا نعم شيئا جميل في السعودية نعم فكنت خاف القدوم للسعودية شكرا لك هو كذا هذا هو نعم لكنك أتيت نعم أنت أسلامت عمرك 18 سنة 18 سنة نعم بعد إسلامك بسنة نعم أتيت للسعودية لا زوجت تزوجت أولا نعم تزوجت مسلمة نعم الحمد لله بريطانية نعم وبريطانية نعم الحمد لله وبعدين أتيت للسعودية وعمرك 19 كنت أمري 26 سنة 26 سنة نعم ما شاء الله نعم الحمد لله يعني هذا بعد زواجك في فترة طويلة يعني شوية والحمد لله ليش قررت تأتي للسعودية كان عام 1999 نعم لماذا قررت أن تأتي للسعودية نعم طيب يعني طيب ذهبت إلى إنترنت كافي إنترنت كافي نعم أوكي فذهبت إلى إنترنت كافي هذا ممكن قبل 27 سنة نعم وسبحان الله أريد عمل عمرا نعم عمل كنتبحث عن عمل نعم أريد أن أجد عمل في موسلم كافي فذهبت إلى الإنترنت كافي أريد أن تبحث عن عمل في دولة مسلم نعم جيد وجدت عملا في السعودية نعم فتقدمت لهذا العمل نعم 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 فالحمد لله فكرت طيب أنا أشوف كيف المملكة ممكن ست شهر و سنة بعد ذلك لم تقرر حتى نعم جيد و سبحان الله جدت هنا و وجدت مكان مو زي أي مكان رأيت في حياتي ما هي أول مدينة زورتها في السعودية رياض جدت هنا أول مدينة جدة جدة و سكنت في جدة ثمانية سنة ثمانية سنوات نعم ثمانية سنوات شكرا فبعد ذلك جدت إلى الرياض و ذهبت إلى جزان و ذهبت إلى طبعا تجولت في كامل المملكة مو كامل سبحان الله يعني الآن في هذا هذا يعني وقت الكوفيد كورونا نعم سبحان الله فكرت كيف أنا ما ذهبت إلى كل السعودية أنا أريد والله أبي وأمي جدت هنا سبحان الله و أنا أريد يعني معهم كل تريد أن تأخذ جولة مع عائلتك كاملة نعم مع والدتك والدك نعم و زوجتك و زوجتك و خدت هذه الجولة نعم صحيح نعم وين ذهبت يعني في المملكة نعم وش المدن اللي زورتوها ما هي المدن اللي زورتوها ما هي المدن المدن التي زورتوها ما فهمت ما هي المدن اللي زورتوها شكرا لك جزام مدينة مكة قصيم ينبو ينبو نعم سبحان الله أحبه ينبو و ممكن هذا ممكن هذا هو سبحان الله ينبو 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 والآن أنت تسكن في الرياضة قلت لي في بداية حديثك أن هناك صورة مشوهة وسيئة عن السعودية في الإعلام الإعلام الغربي أو الإعلام الموجهة من أوروبا السؤال ما الذي تغير بعد أن عشت في السعودية ما الذي تغير هل لازلت الصورة نفسها أو الصورة تغير سبحان الله تغير يعني كامل لماذا من أول الصورة حقيقة بالنسبة للمملكة يعني سبحان الله كل شيء ليس كما رأيت على التلفزيون يعني أول يعني الناس هنا كل شيء هنا جميل جدا الناس طيبون يعني كل شيء الحمد لله ما وجدت أي مشاكل هنا يعني من 21 سنة ما وجدت أي مشاكل الحمد لله هذا يعني مو في بريطانيا ممكن يعني مو زي هذا سبحان الله يعني الحياة هنا في مملكة هذا النعمة من الله والله الحمد لله أنا عارف لغتي دعيف وأنا عاسف للمشاهدين لغتك رائع سبحان الله لغتك رائع بس سبحان الله خير طيب بعد بعد هالسنوات هذه اللي مريت فيها كيف كيف تأقلمت يعني كيف استطعت أن تعيش مع العدات السعودية مع التقاليد السعودية هل وجدتها سهلة هل وجدت هذه العدات والتقاليد كما يصفونها أم أنها عدات بسيطة ويمكن لأي شخصا يعيشها الحمد لله أي واحد جدت إلى مملكة كل شيء سهل يعني مو صعب سبحان الله نعم في فرق بين الأدات هنا في مملكة وفي بريطانيا بس مو شيء سبحان الله كبير الناس هنا الآن رأيت الناس قبل الأشرين سنة والآن يعني في فرق مثلا ممكن أول في جدة أو ممكن في رياض يعني مو ناس كثير يتكلم لغة الإنجليزي نعم فهذا صعب شوية لي حتى الآن بالبدايات نعم ولكن الآن سبحان الله شوف يعني كثير كثير منهم الشاب سعودي يتكلم لغة الإنجليزي وإندي طلاب من ألفين الآن هم ما شاء الله مدرس لغة الإنجليزي يعني أحسن مني الحمد لله لأن أستاذهم جيد أصبحوا أفضل من الأستاذ نعم لأنك أنت جيد جزاك الله لا لا الحمد لله حتى الآن يعني كل يوم يومين وجدت واحد من طلابي قبل أشرين سنة على تويتر قال يا ذي الرحمن سبحان الله الآن أنا مدرس لغة الإنجليزي وأنت because of you الحمد لله من الله بس هذا جميل جدا كيف نظرت إلى الشباب السعودي إلى أحلامهم إلى شغافهم إلى طموحاتهم أنت درست جزء كبير من الشباب السعودي كيف نظرت إليهم تعاملهم حبهم للعلم تعاملهم معك I want to say the right thing take your time زاك الله خيار الآن الآن أشعب في سعودية سبحان الله حتى الآن في قلبي يعني أشان كل معاملات معاملات معاملاتهم جميلة جدا عندهم احترام سلوكهم عندهم احترام سبحان الله واحد مدرس في لغة الإنجليزية استاذ في لغة الإنجليزية ممكن الطلاب ما عندهم احترام بعضهم لكن الحمد لله هنا في مملكة الشاب كلهم في احترام للواحد زي أنا ما شاء الله الشباب هنا الحمد لله أنا قريب منهم كل يوم إذا أنا في سيارة وأنا في سوبر ماركت كثير منهم شفتوا على تيك توك وشي عبد الرحمن كيف حالك سبحان الله وفي شيء مميزن الآن أنا مدرب قيادة شركاتنا نعم 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 سبحان الله الآن رأيت الشاب السعودي ممكن موكي بقى في السن خمسة عشرين سنة ثلاثين سنة عندهم ما شاء الله هم يعرفون الليل الشب إن شاء الله القيادة نعم سبحان الله ما شاء الله الحمد لله ترى أن القيادة موجودة عند كثير من الشباب السعودي موجودة في شخصيتهم نعم موجودة وأنا في رأي هذا ممكن السبب الهكومة هنا في مملكة الهكومة رأيته الهكومة هنا والشاب زي هذا صحيح هذا نعمة من الله يعني الحمد لله سمعنا سمعنا وأطعنا بنسبة الهكومة الحمد لله والحكومة زي هنا في مملكة الشاب شوف هذا هم يعرف القيادة من الهكومة الحمد لله من ملك سلمان كلهم الحمد لله هذا نعمة من الله أود أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا لأنه في الإعلام سواء الإعلام في أوروبا أو الإعلام حتى في آسيا أو الإعلام حتى في أمريكا الكثيرين يتحدثون أنه لماذا لا تتجهون إلى الديمقراطية لماذا العلاقة بينكم هكذا هل تعتقد أنهم يفهمون طبيعة العلاقة بين الشعب والقيادة لأنها علاقة معقدة نوعا ما لكنها أيضا سهلة نعم أليس كذلك؟ نعم هل يفهمون هذه طبيعة العلاقة بين الشعب والحكومة منهم دائما ينظرون أنه لا حكومة دموقراطية المدل أنا أتكلم عن نعم تركيبة أو نموذج الدولة نعم هل تختلف؟ طيب هذا الصعب شوي لأن لغتي مو يكفي أن أتكالجواب كامل بس لي أنا سوي أفعلت فيديوات كثير بنسبة المملكة العربية السعودية والحمد لله الآن في ناس كثير يعرفون هنا العلاقة نعم الحمد لله من سوشيال ميديا مثلا أمس في فيديو مني على لينكتين تيك توك كل شيء تويتر يعني في أصبحت مشهور الآن في السعودية لا 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 أصبحت مشهور شوية سبحان الله احنا بالعكس نجد أنه هذه الشهرة إيجابية وندعمك فيها كسعوديين شزاك الله ندعو أن تكسب شهرة أكثر وأكثر حتى توصل الصورة الحقيقية اليوم عن السعوديين هذا 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 هو حدف لي مثلا عبي عبي في بريطانيا ليس بي مسلم طيب أنا صوي فيديوهات كثيرة على السعودية وأرسلوا إلى أبي حتى هو يعرف المملكة وجدته هنا وقال سبحان الله هذا مكان جميل جدا و يعني من السوشيال ميديا يمكن الناس يعرفون الصورة الحقيقية صورة الحقاء نعم ف مش ممكن كل كل ناس بس كل واحد معصول I want to say something but you can translate it please thank you because this is important my belief anybody who's not Saudi and they live in the mamlaka it's not their right it's a responsibility it's a blessing and all of us we should give the true picture about the kingdom to the world أنت قلت أنه اليوم كل شخص يسكن هنا في المملكة مسؤول عن إيصال الرسالة الحقيقية على المملكة العربية السعودية بكل مصداقية وموضوعية نحن لا نطلب أحد يمتدح السعودية لكننا نقول أنقل الصورة بموضوعية فقط لا أكثر لماذا سميت نفسك عبد الرحمن سبحان الله من أول كان اسمي جول حتى الآن أمي جول حتى الآن أمي الآن أمي شوف هذا برامج في بريطانيا تراني الآن نعم نحييها جزاك الله خير الحمد لله أحبت أمي والأب والأب الحمد لله وعند دخلت إسلام طيب دخلت إسلام وأريد أن أذهب إلى حج وذهبت إلى سفارة سعودية فقلت لهم عن مسلم جديد قلت لهم أنا أريد أمشي إلى حج قال 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 لي طيب هل أنت مسلم فقلت لهم نعم نعم الحمد لله طيب ما في شيء على جواز أو أي شيء كيف نحن نعرف أنت مسلم فقل أيش أنا سوي قال جيب الشهادة من المسجد جيب الشهادة أنت مسلم جديد بعد ذلك أتيك فيزا والتأشيرة نعم تأشيرة أمشي إلى حج ما في مشكلة ما شاء الله فذهبت إلى المسجد فسألت سألك سألت عن الشهادة نعم فقال لي ما اسمك ما أدري هذا إمام هو مصري بس قال لي هذا مسجد في بريطانيا سنترو بارك هذا مسجد من مارك فهد رحمه الله فقال لي لا الإمام هو في إجازة مش ممكن نأتيك الشهادة وأنت تبغى تروح للحج فرجعت إلى السفار السعودية فكلمت مع الأخ هناك قال مش ممكن قال لي أنا آسف كيف نحن نعرف أنت مسلم فقلت له أيش المشكلة قال اسمك جول ليس هناك ما يثبت أنك مثلا عبد الله وشيء ما في مشكلة بس الأخ هناك جميل جدا فقلت له طيب إذ اسمي يعني عبد الله وشيء ما في مشكلة عمشي إلى حاج قال ما في مشكلة قلت له انتظر فذهبت إلى اللوية ما أدري قانون والجج و ما هو اللوية تعرف اللوية المحامي ذهبت هناك فسألتهم هل ممكن تغير اسم قال ما في مشكلة 5 باونز هذا 25 ريال طيب قالت لي ايش الاسم تريد أنا ما أعرف فتصل صديقي ايش الاسم يعني نحتى أريد أن أمشي إلى حاج لازم حق الويزا اسم عربي ايش الاسم قال شكلك يعني عبد الرحمن فقلت له شكرا فقلت لها اسمي جديد عبد الرحمن قال لي طيب كيف الهروف ما أدري تصل صديق مرة ثانية ABD نعم بعد ذلك بعد ذلك في جوازات جديد مع عبد الرحمن وكله شهادة وبعدها أصبحت رسميا عبد الرحمن نعم ورجدت إلى السفارة السعودية قال أحلم وسهلا ما في مشكلة وبعد ذلك كل واحد يعرف أنا عبد الرحمن فحمد لله رسالة أخيرة تود قولها سريعا عبد الرحمن ما هي رسالة تود إيصالها للسعوديين وغير السعوديين ماذا تريد أن تقول بسيط شيء بسيط للسعوديين أشكركم جميعا أشكركم جميعا والناس ليس سعوديين لازم تجي هنا تأتون وتحكمون نعم الحمد لله شكرا جزيلا لك نحن سعيدين بحضورك شكرا سعيدين أيضا بانضمامك معنا سعيدين بحضورك أو بالتأكيد نحن سعيدين أنك تكون بين أحضان المملكة وفي قلوبنا جميعا مبارك الله جميع بيوت السعودية هي بيوت لك وكل السعوديين هم أخوة وأصدقاء لك عبد الرحمن نتمنى لك كل التوفيق ونتمنى أنك تستمر في بقائك في السعودية شكرا جزيلا لك عبد الرحمن شكرا لك فاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر